الخطيب يكشر عن أنيابه لموسيماني وزعر في الأهلي قبل المنديال 15 لاعب خير قائمة الأهلي في مونديال الأندية نتعرف على تفاصيل هذه الأخبار في هذا اللقاء مشاهدين أهلا بكم وأسعد الله وأوقاتكم بكل خير حالة من الغضب تسيطر على مجلس دارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب بسبب مطالب مويرة زوجة لجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للقلعة الحمراء ذكرت بعض المصادر الإعلامية بأن العيق الوحيد أمام تجديد عقد موسيماني رفقة النادي الأهلي تكمن في زوجته ومطالبها الصدمة بنسبة للخطيب وإدارة النادي الأحمر زوجة موسيماني تطالب بالحصول على عمولة كبيرة للغاية تصل إلى 300 ألف دولار أي ما يقرب من 5 مليون جنيه مصري من أجل تجديد عقد موسيماني مع النادي الأهلي إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ترفض هذا الطلب وترفض دفع العمولة لزوجة موسيماني خاصة أن النادي الأهلي لم يعتاد دفع مثل هذه العمولات مقبل ووجه رسالة سرية للجنوب أفريقي من أجل حسم موقفه سريعا النادي الأهلي كان أنهى اتفاقه مع موسيماني على كافة الأمور إلا أن طلب زوجته بالحصول على عمولة عطل تجديد العاد وهو أمر مسير للدهشة حيث اتفق أمير توفيق مع عمول سيماني بالحصول على راتب 180 ألف دولار شهريا مع وجود شرط جزائي قمته 6 أشهر ولكن جاءت مطالب زوجته بطلب العمولة لتعيب كل ذلك وعلى جانب آخر هناك حالة من التخوف الشديد بجي تسيطر على مسؤول النادي الأهلي في الساعات الماضية بسبب معاناة لعب جديد داخل صفوف النادي الأهلي من مضاعفات فيروس كورونا قبل كأس العالم لأندية من المعلوم بأن هناك لاعبان في صفوف فريق النادي الأهلي تأكد غيابهم عن الفريق في بطولة كأس العلم لأندية بسبب مضاعفات فيروس كورونا لما هم بدل بنون وأحمد نبيل كوكا الساعات الجارية بتشهد حالة من التخوف لدى النادي الأهلي من تعرض اللاعب التونسي علي معلول ظهير أيصر الفريق ومنتخب تونس لمضاعفات فيروس كورونا حيث شارك علي معلول مع منتخب بلاده في كأس الموم الإفريقية المقامة حاليا في الكاميرون مسؤول النادي الأهلي تواصلوا مع طبيب منتخب تونس والجهاز الفني للمنتخب التونسي للوقوف على آخر تطورات إصابة معلول في ظل وجود أنباء عن إيجابية مسحة كورونا لللاعب بعد سلبيتها بسعات قليلة النادي الأهلي طلب خضوع علي معلول لفحصات طبية شاملة خلال الساعات الجارية لمعرفة تطورات إصابته ومدى تعرضه لمضاعفات فيروس كورونا أما فيما يخص الخبر الثالث معنا النهاردة فالتقي فريق النادي الأهلي مع فريق نادي مونتيري المكسيكي يوم 5 فبراير المقبل في الإمارات في أول مباريات المارض الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية يفقد النادي الأهلي في هذه البطولة 15 لاعب سواء للإصابة أو للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية حتى الوقت الحالي مما يسبب ورطة للجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة موسيماني فالإصابة تطيح بسبعة لعبين من النادي الأهلي في المنديال وهم بدر بنون ومحمود متولي وأكرم توفيق ومحمد محمود وحسام حسن وأحمد نبيل كوكا وصلاح محسن أما اللاعبين المتغيبين عن هذه البطولة بسبب المشاركة في كأس الأمم الإفريقية فهم سبعة لعبين وهم محمد الشناوي وأيمن أشرف وحمدي فتحي وعمر السلية ومحمد شريف وأليو ديانج وعلي معلون كما خرج محمود كهربا أيضا من قائمة النادي الأهلي في المنديال بعد عرط لنادي هاتايسبور التركي لمدة ستة أشهر خلال المركات أشيتوي الحال بذلك يكتمل عقد اللاعبين المتغيبين عن هذه البطولة حتى الآن 15 لاعب وفي النهاية بشكركم مشاهدين أتمنى تدعمونا بلايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم منا كل ما هو جديد لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة اشتركوا في القناة